شهر رمضان في السابق وين لحلة ولا نطعة ولا لذة وين اليوم احنا كله في البيت اول نطلع نلعب القلينة ونلعب الألعاب الشعبية وتراثية هاي كلها راحت يعني واما بالنسبة حق شهر رمضان المبارك طبعا لأجواء ايمانية خاصة في شهر رمضان ان كل مشغول كل لدول حتى الاسواق الها نطعة اليوم المجمعات وذي عندنا السوق القصرية عندنا في المحرك بس اليوم ما احس ان يطوف علينا شهر رمضان شي دي افراد منبوثة يعني ما تشوف لها اول لا لا بالعكس اول كان في زمن ايام السبعيلات للثباليات بس اليوم ما اشوفها يعني شهر رمضان عادي طوف ايام بشهر عادي كان يعني الاكلات يعني التراثية اللي هي الهاريس والفريد والكباب وذي سوونا في البيت يعني الوالدة الله يحفظها هي تعمل لنا الشغلات هذه ولكن ما شاء الله احنا نشارك فيه وياها يعني بيت هدتي الوالدة كان يشتغل في شركة بابكم اوه ما ايه بس يطلعوا من الصبع بس يوم من وقت يعني يعني لا يوم العادية لساعة 4 بس لا يوم رمضان لساعة 20 يرجع لبيته لكن يموفر لنا يعني الحاتيات والرمضانية بس يعني تحس ان رمضان لا صورة لا يعني جميل واحنا ننتظر دي الشهر رمضان المبارك بفترة يعني قبل شهر كذا بس اليوم ومر علينا كأننا عادي ايوم عادي يعني كل وكل زمان لا يختلف يعني لكن انا احس اول قير يعني انا بالنسبة لي لا قير رمضان رمضان كريم رمضان يعني في القرآن في المساجد وذي ما زالوا يعني بس لا والغير قير غير اكيد يعني ترجمة نانسي قنقر